استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جيبرايل مونيرا وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية هويرت جيجر وتطرق اللقاء إلى المسجدات المحلية والتدخلات الأوروبية الإنسانية والإنمائية المطلوبة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إضافة إلى التطورات في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات المتميزة مع دول الاتحاد الأوروبي ومواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والسلام وتنمية ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسية السفيرين الأوروبيين أمام مسقدات الأوضاع الوطنية بما في ذلك تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي اليمنية وهجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري والتجارة العالمية وجدد الرئيس حث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الصلف الإسرائيلي الإيراني ومساعيهما لإغراق دول المنطقة في دوامة العنف والفوضى وتحويلها إلى مسرح لتصفية القضايا العادلة لشعوب المنطقة وأهمية العمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار حضر الأسلحة الإيرانية وتفعيل آليات الرقابة الأممية المشمولة بتلك القرارات وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة على السلام الشامل والعادل القائمة على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 22-16 كما أكد في هذا السياق الدعم الكامل لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطانة عمان والمبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنين في بناء دولتهم الوطنية الضامنة للحقوق والحريات والمواطنة المتساوية حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالة اشتركوا في القناة